أعرب رئيس عبد الفتاح السيسي عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع اليابان في مجال التعليم وذلك في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية اليابان يوشي ماسا هاياشي وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد يوشي ماسا هاياشي وزير خارجية اليابان وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى السيد فاميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني منوها إلى ما تحظى به اليابان مما كانت وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من جانبه نقل وزير الخارجية الياباني إلى السيد الرئيس تحياته وتقدير رئيس الوزراء الياباني مشيرا إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعيدة في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين ومشيدا بما حققته مصر على الصعيد التنموي بما ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة مؤكدا تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المسار ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددا من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات حيث آرب السيد الرئيس عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد خاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات كما تطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد الأيقونات الكبرى للتعاون الحضري والثقافي بين البلدين الصديقين أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد نقاشا بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين لسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمتي الطاقة والغذاء كما تمت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث آرب وزير الخارجية الياباني في هذا الإطار عن دعم بلاده للجهود المصرية الحسيسة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة وتوافقت وجهات النظر إذا أولوية الحلول السياسية والحوار السلمي والحفاظ على وحدة وتماسك الدول بما يصن مقدرات شعوبها ودعائم مستقبلها كما تم التوافق بشأن ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلامة دائمة في المنطقة وأكد السيد الرئيس موقف مصر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية